الحقيقة لو حبينا ننظر إلى لعبة النادي الأهلي خلال هذه الفترة عليهم ضغط كبير جداً ضغط فني وبدني وذهني زي ما قلت لحضراتكم 150 مباراة في سنتين أقل من سنتين بشهر أو بشهرين 150 مباراة يعني بمعدل 75 مباراة في الموسم الواحد بما فيهم المباريات الدولية يعني أنا أقصد عشان البعض ما اللي هي يشجع الأهلي بيأخذوا الكلام ده ويقولوا أنه لا أنا بأتكلم فيه ما يخص أيضاً المباراة المحلية والإفريقية وأيضاً المباراة الدولية مع منتخب مصر 150 مباراة لعبهم لعبت النادي الأهلي خلال هذه الفترة كل سنة بلعب 75 مباراة كتير قوي 75 مباراة ده عدد كبير جداً وخلي بالحضرتك أنا بلعب في النادي الأهلي ومنتخب مصر النادي الأهلي غرضوا الرئيسي دائماً في كل البطولات حتى لو بطولة وده أنه يكسب وبالتالي ده بيبقى ضغط ذهني ونفسي وبدني كبير جداً على اللاعب على الجانب الآخر منتخب مصر ووصول منتخب مصر إلى النهائي في بطولة الأهم الأفريقية وأيضاً النهائي في بطولة تصفات كاس العالم وبالتالي كان كل ده حاطت ضغط لعبت النادي الأهلي عمر السلية وحمد فتح وياسر إبراهيم اللي كلنا بنتكلم عنه وأيمن أشرف اللي تكلمنا عنه ومحمد الشناوي وبقية اللاعبين اللي موجودين السلية كل اللاعبين اللي موجودين مع منتخب مصر خلال الفترة اللي فاتت ومع النادي الأهلي يعني أنا لو حضراتكم تتذكروا في كاس العالم للأندية لعبنا أولى المباريات بدون 8 لعبين أو 7 لعبين لعبنا المباراة الثانية اللاعبة جات قبل المباراة بـ 24 ساعة بـ 24 ساعة ولعبت المباراة الثانية على طول وعندنا طبعاً زي ما حضراتكم عارفين عدد كبير من الإصابات يعني يمكن محمد هاني اللي تم الإعلان عن تواجده خلال الفترة أو خلال المباراة القادمة مباراة بكرة إن شاء الله وبقية اللاعبين يعني عندك بيرسيتا وعندك ميكي سوني عندك طبعاً عمار وطبعاً أكرم وطبعاً بقية اللاعبين اللي موجودين كل دول حيبقوا خارج هذه المباراة تخيل لو اللاعبة دي معاك كمان خد بال حضرتك للمرة التانية كل ما يقال على أن فريق نادي الزمالك فريق واقع هذا الكلام غير صحيح هذا الكلام الغرض منه أننا أبوز خد بال حضرتك من الكلام لأنه الأخبار اللي طلعة خلال هذه الفترة يقول لك أصلي ده مصاب أصلي هو ما خدش مش عارف مين أنا مالي نادي الزمالك له مدير فني يختار اللي هو عايزه ويعمل اللي هو عايزه ويحلل إحنا نحلل اللي هو بيقوله لكن في النهاية من المفترض يعني إحنا عندنا في النادي الأهلي مثلاً من المفترض أننا أي لعيف في النادي الأهلي بلعب يبقى له دور ودور مهم فمحدش يقول أن نادي الزمالك ده نادي واقع وأننا حكسب بكرة والموضوع سهل فيش الكلام ده الكلام ده كلام غير صحيح هم بيحاولوا يرموها علشان الدنيا تهدى شوية علشان الدنيا تهدى شوية شايفين حماس جمهور النادي الأهلي بيحمس اللاعبين بشدة يعني أنا وأنا بتكلم مع بعض اللاعبين قد إيه اللاعبة دي بجد والله نفسها تعمل أي حاجة بس أنا كنت بحاول إيه أخراجهم من الضغط لأنه الضغط ده صدقوني الضغط ده بيمثل بيخلي رجلك مش قادر تشيلها في الملعب الضغط الذهني والعصبي بيخليك تعبان خلي بالك وأنا كمان أيضا الجزء التاني من هذه الحلقة هيكون معايا نجم كبير ولعب يا ملعب مباريات قمة وجاب جون جامد قوي قوي في إحدى مباريات القمة نجم كبير الكابتن معتز إنه هيكون معايا هنتكلم في أمور فنية وإيه المباريات اللي لعبها اللي بتفكروا بمثل هذه المباراة إنه قضى وقت جيد مع النادي الأهلي واخد بطولات كثيرة مع النادي الأهلي وبالتالي حيقول لنا واشرح لنا برضو وجهة نظره في هذه الأمور مش عايز حضراتكو تخرجوا بره الدعم والمساندة اللي يلعب يلعب اللي يلعب يلعب زياد طارق زيه زي أحمد عبدالقادر زيه زي برستاو زيه زي حتى المصابين طهر محمد طهر واحسين الشاحات بالمقاصة ده ننسيت أقوله على طهر محمد طهر وحسين الشاحات في المصابين حتى المصابين كله حيبقى متواجد علشان يدعم النادي الأهلي بكرة عايزين 11 رجل في الملعب مش عايزين حاجة تانية بعد كده النتيجة دي بتاعت ربنا مش بتاعت حد النتيجة دي معروفة من دلوقتي مين اللي حيكسب عند ربنا فوق معروف مين اللي حيكسب ولكن القتال الدفاع عن اسم النادي الأهلي وشعار النادي الأهلي يبدأ من بكرة ان شاء الله اللي فات فات اللي فات فات ويجب على كل لعبت النادي الأهلي احترام المنافس شيء مهم جدا 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 يجب أن يكون ده واضح للجميع بس ما تنساش حاجة واحدة أن انت النادي الأهلي ما تنساش أن انت لابس الفينيلا الحمر الفينيلا الحمر دي بتخوف يعني معلش يعني اسمعوا كلامي في النقط دي شوية الفينيلا الحمر دي صدقوني بتخوف مجرد بس كده اللون ده من بعيد كده يخليهم يقلقوا فشدوا حيلكوا بكرة مباراة صعبة مباراة كلنا بننتظرها مش علشان زي ما قلت لحضراتكم أنا أسف أن كل شوية بقى وكرر هذا الأمر والله المكسب أو الخسارة دي بتاعت ربنا ولكن بس للمجهود ده اللي يخلينا كلنا نقعد نسقف كلنا نقعد نبقى فرحانين بلعبتنا وفرحانين اللي هما هيكسبوا وننسى ماتش بيرامدز ده خارج وننسى ماتش فيوتشر خلينا نبدأ من مباراة الزمالك بكرة إن شاء الله كل التوفيير للعبت النادي الأهلي إن شاء الله كلنا في ظهركم اللي يلعب يلعب وربنا يكرمنا وكل الأمور تسير بشكل جيد إن شاء الله اشتركوا في القناة